مرحبا يا أصدقاء كيف حالكم؟ أتمنى أن يكون الجميع بخير كما تروا اليوم جئت لكم بتطبيق جديد للعب بالماوس والكيبورد يا إخواني سوف أريكم طريقة تفعيل فقط تابعوا الفيديو وأريكم كذلك طريقة تنزيل التطبيق يا إخواني لو وجهتم أي مشكل ضعوا لي في التعاليق أو ابعتوا لي في إنستغرام وسوف أجد حل في أقرب وقت للمشاكل التي تواجهونها تابعوا الفيديو للآخر يا إخواني ولا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك لكي يصلكم كل جديد وتابعوا الفيديو معي الآن كما تروا يا إخواني الآن سوف أدخل على ميديا في آير سوف أدعلكم الرابط في أول تعليق سوف تنزلون التطبيق كما تروا الآن سوف يتنزل معنا التطبيق ننتظر حتى يتحمل التطبيق ثم سوف نعود إلى جوجل كروم يا إخواني كما تروا كما تروا سوف تنزلون هنا إلى الأسفل سوف تجدون هذا النص كما تروا هنا يا إخواني في النص هنا نص تفعيل يا إخواني لهذا التطبيق كما تروا هذا هو النص سوف نعمل له نسخ كما تروا يا إخواني هناك العديد من الشباب لا يعرفون كيف يعني نسخ النص هنا سوف تدخلون وتجدون النص يا إخواني هنا في الأسفل كما ترون الآن التطبيق تنزل معنا سوف نعمل له التحميل فقط انتظروا حتى يتحمل التطبيق لكي أريكم طريقة التفعيل يا إخواني كما ترون الآن تحمل معنا التطبيق سوف نخرج ثم ندخل على التطبيق هنا نضغط ألو ننتظر يا إخواني ثم سوف نضغط على هذه الخاصية للتفعيل هنا الأسفل التي تظهر بالأحمر نضغط اكتيفي بيلو بي سي كما ترون يا إخواني سوف نضغط هذه الزرقة كما ترون سيتينغ سوف نضغط هذه مي فيرسيون يعني ضغط المطورة ثم سوف تتفعلنا خاصية خيارة المطورة ندخل ونفعل هذه الخاصية تبعها يوسبي دي بيين كما ترون كنت أفعلها في الفيديوها السابقة كنت أدخل على خيارة المطورة في الهاتف وأفعل تلك الخاصية كما ترون الآن يعني خاصيتين مفاعلة فقط بقيض مرحلة واحدة وهي طريق يعني تفعيل يعني تبع الهاتفين كما ترون يا إخواني الآن سوف ننزل على التطبيق تبع ADP OTG سوف ندخل عليه ثم نجلب OTG وشاحن الهاتف نربط الهواتف معه بعد كما ترون يا إخواني الآن تم ربط الهواتف يعني بكل سهولة يا إخواني ثم نضع النص هنا ونضغط OK يعني نحاول مجدداً يعني يتفعل معنا التطبيق سوف نحاول مجدداً كما ترون يا إخواني لم يتفعل سوف نحاول مرة أخرى كما ترون يا إخواني الآن تفعل معنا التطبيق الآن يمكننا أن نزل الشاحن ثم يمكننا الدخول على التطبيق كما ترون يا إخواني الآن تفعل معنا التطبيق سوف ندخل على الإعدادات لكي نضع العداد التي نريد أن نلعب بها نضع إعدادة الكايبورد والماوس كما ترون يا إخواني أنا أجد هناك العديد من الأشخاص ما زالوا يواجه هنا مشكل في وجود التطبيق المناسب للعب بالماوس والكايبورد لذلك لا أشرح لكم طريقة ترتيب الإعدادات فقط إذا كانت تستغل لكم كنتم قد شغلتم التطبيق وتريدون كيفية تواجه هنا مشكل في الماوس أو الكايبورد فقط دعوا لي في التعاليق ونسوف أشرح لكم كما ترون يا إخواني الآن سوف أرتيب الإعدادات هنا يمكنكم إضافة أعداد التي تريدون أن تلعبون بها بالكايبورد سوف أضيف هذه الإعدادات وأعود لكم يا إخواني كما ترون يا أصدقائي سوف أدخل إلى الإعدادات ثم أضغط هنا زر في الكلايفي لإزالة تلك الماوس والتحكم في الشاشة هنا يمكن إضافة باقي كما ترون أنا وضعت زر الماوس الثاني في وضع التلج كما ترون يا إخواني هنا يمكنكم يعني كما ترون يا إخواني وضعت زر الماوس على زر الإطلاق وباقي الإعدادات هكذا يا إخواني يعني ليس هناك أي صعوبة في وضع الإعدادات كما ترون يا إخواني سوف نعود دخلنا على التدريب كما ترون تحكم جيد يا إخواني كأنك تلعب بالحاسوب ويعني الخفاء يعني جيد جيدا جيدا السنسبليتي جيدة هم كان الإتحكم في اللتيـ protectionsDO من خلال الماوس إذا كانت عندكم موس يعني جيدة أو إذا ما كانت عندكم الموس جيدة يمكنahl muscles معires thick من الهاتف إخواني سوف أركم الطريقة سوف أضع لكم الطريقة يعني أضع لكم كم موت للصورة في اليوتوب يعني ما كل الديه سوف تضخلون عليه لكي تنقصون من السنسبليتي تبع الهاتف لكي تتحكم في الشاشة تبع اللعبة كما ترى إخواني هنا يمكنكم زيادة السنسبليتي نقص السنسبليتي من إعداد لكي تتحكم جيدا في الماوس هذا كل شيء في هذا الفيديو إذا استفدت لا تنسى دعمنا باشتراك ولايك وخلينينا تعليق جميل مثلك ولو واجهتم أي مشكل فقط ضعوا لي في تعاليق المشكلة التي تواجهناها يا إخواني كما ترى هذا التطبيق يدخل لرانكد وليس فيه مشاكل مثل باقي التطبيقات هو مثل باندا موس برو لكن لا أضمن لكم أنه يشتغل على جميع الهواتف لأن هناك هواتف ضعيف جدا لا توجد فيها تلك الميزة تبع اليوسبي دي بيك لذلك لا يشتغل لهم هذا التطبيق هذا كل شيء في هذا الفيديو إخواني أتمنى أن تكونوا استفدتم وأن يشتغل لكم التطبيق ولا تواجهونه أي مشاكل كما تروا إخواني رابط التطبيق سوف تجدونه في أول تعليق أو في صندوق الوصف وكذلك يعني في رابط التطبيق ذلك الموقع سوف تجدونه فيه يعني النص الذي وضعته لكم يعني لكي تفعل به التطبيق وهذا كل شيء في هذا الفيديو ومع السلامة يا إخوان ترجمة نانسي قنقر